أذهب إلى الأستاذ أحمد بنفس السؤال هل الأولويات مختلفة هذه المرة بالنسبة للناخب الأمريكي؟ الحقيقة يفترض ذلك على أساس أن الناخب الأمريكي طول عمر اتمامه بالسياسة والسرعية محدود يهتم بالشأن الداخلي يفترض أن أحداث غزة والدعم الذي قدمته إدارة الرئيس بايدن أكثر من سنة ونصف لأوكرانيا في حرب روسيا ضدها كان الناخب الأمريكي يندهش ويمتعد أيضا من مليارات الدولارات الذي هو كدافع برائب يقول حربين ليس لنا ناقة ولا جمل فيهم فضلا أن أغيرت الصورة الزينية الحقيقية عن أن دولة كبيرة زي أمريكا تكون مسؤولة وداعمة ومشاركة في حربين واحدة فيهم في أوروبا والتانية في الشرق الأوسط ومش واضح إمتى حتنتهي كلا الحربين أو نتيجة حتكون إزاي لكن للأسف الشديد بعض الخطلعات الأمريكية بتقول اللي كانت تخص الشأن الداخلي أخدت مساحة كبيرة من الناس لم يكن هناك مجال أن نحن نقول مزاج المواطن الأمريكي بدأ يهتم في السياسة الخارجية لازالت الصورة زي ما هي